السلام عليكم ازايكم عاملين ايه رب تكونوا بخير النهاردة عناعمل مع بعض السمك المشوي ده سمك دنيس هنشوه النهاردة مع بعض سمك جميل اوي وطعمه حلو خالص خليكم معي في الفيديو بقى و هنشوفوا زا كان السمك فعلا بيطلع دخل ولا لا انا هنا السمك منظفه بطنه بس لكن سيباب اشره زي ما هو لان هنشوه طبعا لما تيجي تشوي السمك لازم انتسيبه القشرة الخارجية بتاعته معي بقى معلقة مهروز صغيرة و معلقة مانح و معلقة كامون و معلقة كوزبرونشفه و لو منتين كده عصرهم حلو كده زي ما انت شايفين وحط شوية خلي صغيري اتبل بقى السمك بتاعي كده بالخلطة اللي انا عملتها نركنوه على جنب معي بقى هنا الخلطة اللي انا هحشي بيها السمك طمط ماي مقاطعم قاعبات وبصلة و كوزبره هنزل عليهم بكمون و ملح عزي حط شوية فلفل اسمر مفيش اي مشكلة على فكرة بيدي طعمه انك حلو برضو شوية برضو خلي صغيرين كده و شوية زي زي صغيرين اقلب الخلطة دي مع بعضها و احشي بيها السمك بتاعي انا بس جاي بالفيديو دوت لاني شفت ناس تقولك ايه السمك المشوي هنشوف البيت من غير دخين لا عتشوف البيت من غير دخين على البدو جاز طب ما احنا هنشوف الكلام دوت اذا كان فعلا طلع دخين ولا لا و انا بشتري الردة دي او النخيلة زي ما انتوا بتقولوا جبت منها النعمة و جبت الخشنة عشان و انا بشتريها برضو صاحب المحل قال لي لا خدي النعمة مع الخشنة عشان ما تطلع عليكش دخان كتير و انت بتشويه هنشوفه برضو الفكرة دي اذا كانت نفعت ولا لا و هنقولك و احنا بنشوف السمك يبقى احنا كده جربنا فكرة ان النخيلة او الردة النعمة مع الخشنة ما تطلعش دخان ولا لا هنشوفه دلوقتي و حاجة كمان ناس كده بتقول عليها برضو جربنوها طبعا بننظف مكاننا كده اول باور ما يبقى هنا صوجة دي على النار في ناس برضو قالت هنحطوا شوية زيت على الصوجة لما نحطوا شوية زيت على الصوجة السمك مش هيطلع دخان هنعرفوا برضو الموضوع ده لا سبكم النار اللي طلعت دي خلونا شوي بتاع السمك قديني ما كده باشو السمك قدامكم طبعا الدخان طالع لو كنت سبتلكوا الفيديو مفتوح كنت هتسمعوا الانذار الجميل اللي عمال يضرب في الشقة كلها مفيش حاجة اسمها هتشوي سمك في البيت ما يطلعش دخان اي سمك بيطلع دخان هنا بقى الخلطة اللي فضلت مية حطيت عليها مية وملح وكمون تاني ونفس الخلط اللي احنا حطنوها وحتبل بها السمك كده زي ما انتوا شايفين بس في الاخر طبعا طلع طعم متحفة وجميل وكفاية ان انت منظف السمكة في البيت وغسليها وحشيها بالتدبيلة الحلوة دي وطلع ريحته حلوة كده وطعم جميل خالص جربوا الوصفة ان شاء الله تعجبكم بس ان فيش حاجة اسمها سمك من غير دخان اي سمك بيتشوا بالدخان دي كتوصيتي معاكم النهاردة استنوني في وصفة جديدة مع السلامة اشتركوا في القناة